تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مني قا شكرا وإلي بتيجيكم مني كل يوم خميس بعد اليورو اعملنا عن أهم درس اتعلمناه في اليورو وما إنه الأولمبياد عم بتقرب تخلص فقلت خلينا نعمل عن أهم درس اتعلمناه في الأولمبياد إحنا كعرب تحديدا الحمد لله عنا أكثر من دولة عربية قدرت تحمل مدالة ذهبية فضية يعني خلقونا أسباب نفرح بس بالمقابل لما نشوف عدد مدالياتنا الذهبية وإحنا عددنا عباعة 300-400 مليون ونقارنها بدولة زي أستراليا اللي هي 28 مليون نعرف إنه إحنا إنتاجيتنا غلط يعني عنا ذهبيات صحيح لكن مقارنة في دول أقل بكثير مننا كعدد سكان إحنا كثير بعض بس شو هذا بوصلني لشو يعني لما تروح نشوف بعض الدول الليها متصدرة تاريخيا في الأولمبياد يعني مثلا أنا غردت عن المجر على سبيل المثال اللي هي تعتبر الثامنة تاريخيا في الأولمبياد من حيث المداليات الذهبية رح تلقاهم موضم مدالياتهم جاي بالسباحة والمبارزة ليش؟ لأن هاي الدولة اتبنت هاي الثقافة في شوارحها اتبنت هاي الثقافة في مراكزها دعمت مراكز السباحة دعمت مراكز تدريب المبارزة لأنها حست ربما أتسام أبنائها مناسبة عقولهم منسجمة مع هاي الرياضة شخصيتهم وأيضا صار عندهم خبرات متراكمة مع الأبطال الأولمبيين الموجودين فخلونا نخلي هذول الأبطال يتحولون لمدربين ويطلعوا أبطال جداد الأبطال الجداد بعدين مع الزمن بصيروا مدربين وتصير عملية إعادة تدوير البطل وصناعة بطل جديد في دعم خفيف مش كدير كبير مادي بيطلع مداليات ذهبية الدولة كلها بترفع راسها فيها لو نروع جمايكا كأنه عندها 22 ذهبية إذا ما خاب ظني كلهم معادة واحدة بألعاب القوة واضح جدا هاي الدولة وجدت إنه أجسام أبنائها مناسبة استثمرت لعيبتها للعلم بالمدارس بيركضوا مش بيلعبوا قدم مش بيلعبوا سلة لا بيركضوا التركيز في المدارس العادية على الركض على الرياضة اللي ممكن ترفع اسم الدولة عاليا واللي خلقت أسنبول إحنا عربيا ممكن ما بتعرفوا ممكن تروح ميزانيتنا الرياضية 99% أو 95% منها على الرياضة واحدة بكرة القدم بيظل 5% بوزعوه مع 40 الرياضة يسيد يحط ال95% بكرة القدم بس الخامسة بالمئة حطوه برياضة واحدة لأنه في فرق لما تستثمر كثير تجيب أحسن المدربين وأحسن المعدات برياضة واحدة حيطلع عندك أبطال يرفعوا رأسنا في الأولمبياد وفي الرياضات الفردية ونفرح ولما نتعود وصير هاي الرياضة ثقافي عنا أنقل الخمسة بالمئة كمان شوية على رياضة ثانية يعني حتى عشان الناس ما تزعلوا وتقول لا احنا بدنا كرة القدم معنى احنا بنعرف يعني انجازنا بكرة القدم الوصول لدور الستاش في كاس العالم بس خلين نحكي ماشيين معهم اموابين بنا نرد عليهم خلوا الفلوس بس لما تاخدوا الفلوس اللي ضايلة أنقلوها يعني ببساطة أهم درس اتعلمناه في الأولمبياد بالنسبة لي أنه ركزوا برياضة رياضتين كدول عربية كل واحد فيكم لحال يركزوا برياضة يحس حاله ممكن يتقلق فيها وينجح وبعد ذلك يصبر لأنه البطل ما بينخلق بسنة يعني على سبيل المثال معتز برشم اللي فاز بالذهبية لقطر هذا اللاعب يستثمر فيه من هو الطفل وحق الذهبية وعمره 30 سنة هذا الصبر يعني فأت الصبر على اللاعب فأت الصبر على تدريب اللاعب مهم جدا فبالتالي حطوا الخطة اسبروا وراكزوا برياضة أو رياضتين يعني الأردن ذهبية وفضية بالتيكواندو اتفكروا يعني الأردن بتحط ميزانية حقية بالتيكواندو ملايين لا ندفع مبلغ جيد لكن مركزين بهذه الرياضة من فترة طويلة فالنتائج بلشت تحصد وان شاء الله ظلها تحصد وهذا الشيء يشوفه مصر بالسكواتش مصر باليد التركيز بيجيب نتيجة بس أعتقد الأولمبياد محتاج نوقف معها نختار رياضتين حاسين في أمل نروح نجي فيهم ذهبيات المستقبل نصبر عليهم 4-8 سنين نركز فيهم نستثمر فيهم وان شاء الله نصير نشوف مداليات أكثر أما مسألت التركيز وصرف كل فلوس على هالرياضات الجماعية ما بحكي غلط بس بحكي شوية ترشيد لهذا الانفاق ونودي فلوس على الرياضات معينة ممكن تفيدنا كثير ذهبية بأي رياضة في الدنيا حتفرح الناس زيك أي ذهبية أخرى بكرت القدم عم بتحققها باختصار احكولي بالنسبة لكم شو أهم درس اتعلمتوه في الأولمبياد والسلام عليكم ورحمة الله